أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعليم اللغة الإنجليزية هذه القناة وضعت خصيصاً للمهتمين بالنحو الإنجليزي بحيث يتدرجون من الجملة البسيطة إلى كتابة فقرة ذات معنى وهي بنا إلى أول درس وهو الجملة البسيطة إذن نبدأ بالدراسة الجملة البسيطة وما تسمى بالإنجليزية the simple sentence وهي تتكون أساساً من ثلاثة عناصر هامة العنصر الأول وهو subject والعنصر الثاني وهو verb والعنصر الثالث وهو object subject معناه بالعربية الفعل والverb معناه بالعربية الفعل والobject معناه بالعربية المفعل فإذا جمعناه بهذا الترتيب واحد زائد اثنين زائد ثلاثة بالإنجليزية لا يمكن فعل ذلك وهل تكون الجملة البسيطة متكونة من عنصرين نعم هي تتكون من عنصرين بحيث يكون الفعل لا يتعدى إلى مفعول ومثال على ذلك وهل تتكون الجملة كذلك من فعل فقط نعم تتكون من فعل فقط وهذا عندما نستعمل الامبراتف أو ما يسمى بفعل الأمر ومثال على ذلك كنت أشعر بالدفع كنت أشعر بالدفع ومثال على ذلك ومثال على ذلك ومثال على ذلك خلال شكرا